يعني هي بتحبه جدا هو كمان شكله ان هو تشد ليها بيطوله انا عارفة انك بتفكر دلوقتي اكيد في اللي حصل انا اسفة جدا انا ممكن اعتذر ويعني يجيبهم موردة تانية لا لا ما تمشيش خليكي انا اللي شاغل دماغي موضوع تاني خالص بتيجي عالية وبتشوفهم مع بعض وبتكون فعلا عارفت ان هما يعني شكلهم بيحبوا بعض الاتنين فبتكون فرحانة طبعا علشان تخلص من في يعني وبتروح وبتتكلم مع البنت طم ارى وبتقول لها ان شكلك بتحبي باسل وباسل كمان شكله بيحب انتو الاتنين المفروض تكونوا سواء لازم باسل قبل ما يموت يعيش حب حقيقي لان حبه الفي مش حقيقي ومنطرف واحد لكن طبعا البنت علشان هي يعني كيوت شوية كده وطيبة قالت يعني هعمل ايه طبعا مش في ايدي حاجة مش معقول اخلي سفيا عشان يعني يكون معايا ورفضت طبعا ان هي تعمل اي مشاكل بين في وبين بي باسل فهي بعد ما رحت واجهت جوان وطبعا هزقته طلعت كل الانتقام بتاعها رحت علشان تقدم التصميم اللي عملتها جديد لنديم عزان ساعتها مبسط جدا وقالي ان التصميم دي احلى من اللي فاتت بكتير طبعا كان بيقول ايه سر التغيير ده قارت له ابدا عادي انا خلاص روحت كده وفشيت غلي يعني وطلعت كل مشاعري وانتهى الموضوع يعني قال لها برافو كملي على كده تصميم بتعجبني جدا استمر جواد بيروح وبيستنى فيه وهي خرجة من عند الشركة وبيقول لها ان هو ريح يجيب هدية علشان خاطر يعني رفيف قال لها تعالي معايا قالت له ابن نعم بتقول ايه قال لها تعالي معايا لو انت فعلا حسة يعني انك مش خايفة مني عادي انا بس هاخد رأيك في الحاجات اللي بتحبها رفيف لو عايز تثبيت انك مش خايفة تعالي قال له لا طبعا مش خايفة وبتروح معاه بتبدأ فعلا تنقي معاه حاجة هدية لرفيف لكن في الاخر بتكون يعني بتزهق منه وبتقوله ان هي لازم تمشي ومش فاطئة بيروح جوادة علشان خاطر يوصلها وبيقول لها ان هو افتقر الايام اللي فاتت وانه اشتقل الايام دي جدا لكن طبعا قالت له خلاص الايام دي معادتش موجودة يعني قال لها غريبة انك رجعتي تاني لباسل رغم انك كنت اصلا رجعي له عشان خاطر الطفل اللي كان في بطنك دلوقتي رجعت له ليه باسل خلاص بيموت انا عارف كده فليه رجعت له تاني باسل بعد كده بيرقى برحاب وبعد كده بيعرف جزها مين وبيعرف مين هو ابو عليا اللي هو طبعا بشير جواد بيوصل فيه وبعد كده بتقول له على فكرة اصلا باسل ما كانش اللي بيني وبينك يعني احنا اللي بيننا انتهى من زمان قالت له انتواصق من نفسك جدا يعني خلاص انا مش عالي انتهت بسبب اللي عملته فيا قال له انا كل ما بص في وشك بشوف الحب فعلا جواكي قالت له انت بتشوف بس اللي انت عايز تشوفه لكن انا خلاص ما عدتش بحبك انت بش موجود اصلا في قلبي افهم بقى انتهى حبك وانتهى كل حاجة بينك ولازم تعرف ده قال له انت بتحبيني لسه وقربها منه وباسه بعض وشافتهم الممرضة واتصدمت فيه كان بيتبوز جواد فعلا لكن زقته مرة واحدة وضربته قلم ودخلت عطلها على جوه لكن الممرضة طبعا كانت شايفة كل ده طمارة بتقول ان هي لازم تروح وتقول لباسل على كل اللي شافته لكن برضه بتسقط ومش بتروح تقول له على حاجة بس بيجي من برا مصدوم بسبب ان هو عارف يعني مين هو ابو علي وبعد كده فيه بتقول له مالك في ايه وبعد كده بتقول له مالك في ايه وبعد كده بتدايق عشان خاطر حفلة عيد ميناد رفيف لو مش عايز تيجي بالاش شغلك اهمة طبعا بتروح بعد كده طمارة عشان تتكلم مع باسل لكن بتلاقيه قاعد مع فيه فبتقول لي باسل أنا أسفة بس كان فيه حاجة عايزين يعني نزبطها في الشغل فبيخرج على طول وبيقول لها عايزة ايه في حاجة حصلت لكن مرة واحدة كانت حتقول له لكن سكتت وبعد كده خرجوا مع بعض علشان خاطر يروحوا النادي فيه بتجهز عشان تروح حفلة عيد ميلاد لابست كويس جدا لكن مرة واحدة قالت أنا بتجهز كده الميل لأ طبعا فخلعت الهدوم وبدأت انها تلبس حاجة سمبل خالص وبيروحوا كلهم ويروحوا على عيد الميلاد اللي في بيت تامر ورفيف الحاب قاعدة بتتكلم مع عليها عن أبوها عليها بتقول لوحدها في البيت وزهقانة جدا ده دو كان موجود في أحد الحفلات كلمة وقال لها تيجي دلوقتي تتسلى معاها قالت له منيش مزاج قال لها بس نديم عزام هنا قالت له فعلا أيوة بس منيش مزاج برضو وعملت نفسها ان هي يعني مش عايزة تروح لكن في نفس الوقت جريت بسرعة واتجهزت وراحت على طول على الحفلة لان فيها نديم عزام هما دلوقتي بقوا يعني بدأ انهم يحبوا بعض او يعني يكونوا معجبين ببعض راحت على طول طبعا على الحفلة دي كان في بينها وبين نديم نظرات من بعيد لبعيد كده طول الوقت وفي وعيلتها بيروحوا على البيت بتاع تامر ورافيف وبيكون هناك جواده طبعا بينهم هما كمان نظرات تامر بيفاجئ رفيف وبياخدها روحة على البيت وبتلاقي عيلتها وبيحتفلوا بيها ممكن يفتصروا ما يجيبوش موضوع عادي من الاد أصل ويبدأ الرأس وبعد كده نديم عينيه يطول الوقت على عالية بعت لها رسالة ترقصي معايا قالت له ايه بس الرأسة دي محتاجة من الاتنين يكونوا بيحبوا بعض قال لها تبطل حديني يلا بينا ننقص قالت له يلا بينا تمام رحوا الاتنين رأسهم مع بعض وكانت رأستهم حلوة جدا لكن هم والاتنين كانوا كلامهم بينهم وبين بعض في تنافس يعني مرة واحدة نديم باس عالية عالية طبعا كانت مش قادرة طلعت تجري بسرعة وهي مغضوضة وقلبها بيدق لكن فرحانة جدا ده عنده تاني يوم بيتصل بعالية وبيقولها على الفضيحة بتاعتها تاني يعني كل شوية فضائح من ضمن الفضيحة الفيديو بتاع الرأسة بتاعتها هي ونديم وقبلتهم هم الاتنين كانت مبسوطة اول ما شفت الفيديو يعني قررت تمارة ان هي تروح وتقول كل حاجة الفي قالت لها ان هي شافتها هي وجوات وهم بيبوسوا بعض هم الاتنين قالت لها يا ريت لو بتحب الجوات يعني تسيبي باسل وتروحي معايا انت كده بتخدعي باسل وباسل ما عملكيش اي حاجة وحشة قالت لها وبتقول لي كده لي ايه عشان قطر بتحبي باسل عازت تخلصي مني ويزيحيني من طريقك قالت لها مش اصدي على كده طبعا لكن من الواضح انك بتحب واحد تاني وباسل ما يسايفش ابدا منك ده فاي من كتر ان نيتها قالت لها مركيش دعوة واصرت تفضل برضو مع باسل حتى بعد طمر ما قالت لها سيبي يعيش حياته وباقي حياته الوقت البسيط ده فحبه حقيقي لكن سابتها ومشت ولا تلابت هدديني مثلا قالت لها لا مش بهددك بس انا بقولك يعني انت المفروض تقضي القرار اللي انت شايفه صح ويسيبي باس ليعيش حياته لكن فيه خلاص قارت لها مركيش دعوة مثلا بيروح وبيقول لي رحابي انه هو عرف مين هو ابو عليا الحقيقي وانك لازم تروحي وتقولي كل حاجة لعاليا ساعتها عليا جات من برا وبعد كده قارت له انا عارفة كل حاجة وعارفة مين هو ابويا ايوة عارفة لكن مكنتش عايزة اقولك دلوقتي المفروض ان احنا نتكلم في كل حاجة ايوة انا مش بنت جمال كرم ابويا راجل صايا انسان مش كويس انا بنتي شارع فعلا فتحت قلبها وقالت ان هي عارفة كل حاجة لكن انها تتكلم يعني طبعا ما كانتش قادرة يعني عارفت مين باباها بالزبط وعارفت اصلها وفصلها عليا بتدورها لتحليل تدي ان ايه لكن بتفتكر ان هو مع اخوها بس بتكون خايفة جدا ومرعوبة في ممكن تشوف التحليل فكانت خايفة طبعا من كده بعد كده بتنزل على شغلها وبتشوف نديم استني تحت وتستغرب طبعا بتقوله ايه قال لها انا كنت جاهش هتكلم معاك يعني قالت له ايه بعد ما حصل مبارح والبوسة والفضيحة عايز ايه تاني قال لها خلاص ننسى ليلة مبارح يعني كأنها ما حصلتش قال لها ايوة بس يعني انا ما بستجيش مبارح قالت له والله يعني انا لابستك قالت له والله الكلام ده بقى بتاع مرهقين انا ماشي عشان مستعجلة قال لها خلاص احنا الاتنين عملناها في نفس الوقت نتقابل قالت له تمام افكر ممكن على عشان بعد كده بام بتكون تعبانة في المستشفى وبيكون معاها جوادته دلوقت والغريبة ان فيه بتروح وبتقف جنبه وبتقوله ان هي هتكون معايا وتسنده وانه شكله مجهد جدا وبتقف معايا يعني عليها بتقول لأخوها ان هي عايزة تحليل الDN ابتاعها قال لها ما تلاقيش انا شايله قالت ايوه بس انا خايفة في تشوف قال لها ما تخافيش انا شايله وصدقيني مش هقول اي حاجة لفي قالت ايوه بس موجه تدور في اي مكان انا ليه اجازف بحاجة زي دي قال لها يا باسل انا مش هتخلى عنك وانت عارفة كده قالت له انت بتصرف بحساسيش ديدة جدا يعني انت ديتني وعد تمام لكن انا فعلا مش مستعدة اثناء كلامهم هما الاثنين عن تحليل دي ان ايوه وحاجة موجودة عن دي باسل فيه كانت دخلة قال عادة سمعت الكلام فعرفت ان فيه حاجة مستخبية دخلت على الاوضة اصلا كانت اوضتهم وعملت نفسها بتتكلم على التليفون يعني وبعد كده كأنها ما سمعتش بتلاقي طبعا عليها لبسة ورايحة معاد والمعادة طبعا عارفين مع نديم فهي حطت في دماغها ان فيه حاجة لازم تعرفها فيه ورقة مخفية باسل يعني فيه ورقة معينة مهمة قررت ان هي تدور عليها باسل بياخدها بيقولها يلا بينا على العاشة تحت وبيروحوا بالفعل يتعاشوا مع طمارة وعاليا بتروح للعزومة بتاعة نديم كان عازمها فيه مكان على العاشة هما الاثنين مع بعض ويبدأ ان هما يتقربوا طبعا من بعض وفيه بتبدأ تقرب من جواد طول الوقت وعاليا هي كمان بتتكلم مع نديم ويبدأ يقربوا من بعض ويعرفوا معلومات اكتر عن بعض فيه بتستأذن على طوله علشان خاطر تدور على الورقة سابت تمارة مع باسل وطلعت على طوله فضلت تدور لحد ما لقت فعلا الورقة اللي كان باسل بتكلم عنها مع عليا ورقة دي انه اللي تثبت ان عليا كرم عبوها مش جمال كرم يعني تطبق بينهم صفر في المية كانت مفاجئتها قوية جدا طبعا علشان كده صورت الورقة على طول وشالتها مكانها باسل كان قاعد مش مرتاح قرار يطلع القوضة شاف فيه خرجة منها بيقول لها كنت بتعملي ايه قالت تانية كانت بتجيب حاجة يعني مش اكتر باسل على طول بعد ما فيه نزلت راح علشان خاطر يشوف ولقى الورقة مكانها فاتطمن طبعا وقال كويس انها ما شافتها لكن طبعا فيه شافتها صورتها كمان أثناء عليا وين نديم قاعدين مع بعض بتيجي ما انت بتسلم على نديم شكله بتاع ستات جامد يعني وبعد كده بيطلب من عليا ان هي تيجي معاه على البيت بيعملها كأنها واحدة من الوحدات اللي بيعرفهم يعني فطبعا اضغازت قال لها يلا بينا انا بعربيتي وانت اتبعيني يعني خليكي وراي بالعربي عليا طبعا عندها كبرياء مشيت على طول من ناحية تانية ولما اتصل بيها قالت لها انا مش واحدة من الناس اللي بتعرفهم على فكرة انا عليا كرم مشيت على طول روحت على البيت فيه اول ما اعرفت ان عليا مش بنتي جمال كرم راحت علشان تقول لنا دا ندا كانت مشغولة جدا فما سمعتهاش قالت لها خلاص لما تعرفي بقى ما تجيش ترومي عليها وتقول لي ليه ما قلت ليش ولا تزعل مني بعد كده عليا بتيجي من بره فيه بتبصي لها كده عليا قلت له في حاجة بتبصي لي كده ليه عايزة تقول لي حاجة يعني قالت لها لا طبعا مش عايزة اقول حاجة طبعا كانت عليا شكة يعني عليا عارفة مش عارفة في ايه بالزبط بيحصل عليا بتيجي من بره مش عايزة انها تتكلم مع اي حاج باسل وتمر كانوا قاعدين مع بعض وخرج باسل وراء اخته علشان يعرف ما لها قالت له ما فيش اي حاجة بس اتعبانا شوية وعايزة انام يعني قالت له طب الورقة معاك قال لها ايوة طمين الورقة معايا قالت ايوة انا خايفة فيت وكنا عرفت حاجة رد وقال فيه ما عرفتش حاجة وقال دي يا سيدي الورقة اخوديها وشيلها بنفسي فيه عايزة تروح شغلها الصبح ومستنية علي بطولها ممكن توصليني قالت لها ايه ده غريبة ما عندكش عربية ولا جوزك بخيل معاكي قالت لها انا هشتري عربية بنفسي بفلوسي بس ممكن توصليني لو سمحتي قالت لها ايوة طبعا اكيد تفضلي فيه عملت كده مخصوص علشان بس خاطر تتكلم معايا وترمي كلامي يعني ان هي عرفة اصلها وكلام من ده طول السكة طبعا فيه بترمي كلام على عليا بتقول لها تخيلي انت مثلا مش بنت جمال كرم تخيلي مثلا باباكي يكون اسمه اي حاجة يعني اي حاجة اي اسم تاني طبعا عليا بدأت تشك فعلا ان هي تعرف حاجة يعني عن الموضوع درجة ان اتلاها فيه انت بتخرفي بتقولي ايه قالت لها انا مش بخرف ولا حاجة عمتا تمام انا بس بقول يعني مثلا انا اسمي فيه جبر دلوقتي بقى اسمي فيه كرم يا طرى انت لو كان اسمك حاجة تانية كنت هتكوني فعلا مشهورة وصلتها ومشيت عاليا لكن بتفكر بتقول يا طرى هي تعرف حاجة من الواضح ان هي شكة في حاجة انا حاسة ان هي تعرف وبتبدأ عاليا ان هي تقلب عاليا خلاص معرضة ان هي تفلس في اي وقت بتتكلم مع دادو بتقوله عرض ازياء واحد ممكن ينقذنا من اللي احنا فيه لازم نعمل عرض ازياء عاليا متحمسة جدا العرض الازياء اللي هتعمله علشان ينقذ افلسها دادو بيقول ان الموضوع ده ممكن يكون صعب لان حنحط كل الفلوس اللي حالتنا في الموضوع ده دادو بيقول لها ممكن تاخد نصيبك من المستشفى قارت له لأ طبعا مش هياخدها لها ليه انتي عليا كرم يعني ليك نصيبك قارت له لأ لأ مش هياخد حاجة دي ورشتي لكن المستشفى مش مستشفى بتاعتي باسل وطمر وقفين مع بعض يعني بيتكلموا بيقربوا من بعض بتيجي فيه وبتغلط عليهم كده وبتمشي على طول بتكون متضايقة طبعا من موضوع البنت دي اللي دخلت حياة باسل كانت عايزة تبعت رسالة على الواطس العالية تاعت دي ان ايه لك اللي قالت مش وقته نستنى شوية طبعا بتتكلم مع باسل ان المفروض يعني يعلن موضوع حبه وانه مش هيستنى يعني فيه تسيبه مرة تانية المفروض انه هو يعلن الحب ده قدام كل الناس بصوته عالي كمان وانه احنا فعلا منحبه بعض لكن باسل رفض طبعا انه هو يقول اي حاجة لفا نكتفي بهذا القادر طولت عليكم جدا لكن صدقوني حاولت الخص احدث كتير جدا ممكن ما تجيش ممكن كمان يلخصوا اكتر من كده ممكن كمان يحصل بعض التغيرات اشوفكم على خير في حلقة جديدة واشتركوا في القناة لو اول مرة تشوفوها بايبال